في ناحية أخرى استعد البرلمان الأوروبي لدعوة إيلون ماسك مالك تويتر الجديد بهدف مناقشة الإصلاحات التي ينفذها في شبكة التواصل الاجتماعي كان أعضاء ليبراليون قد رفعوا مذكرة إلى رئيسة المجلس روبيرتا ميتسولا يطلبون منها دعوة الملياردير الكندي لحضور جلسة استماع بشأن الشركة التي استحوز عليها في الأونة الأخيرة اعتبر الأعضاء أن تحركات ماسك الأخيرة تثير القلق بشأن انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي